توجه مصطفى مدبولي رئيس بجلس الوزراء إلى مقر كتدرائية المرقصية بالعباسية حيث هنأ قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرياو بتريارك الكرازة المرقصية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وخلال اللقاء أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة الغالية على قداسة البابا وجميع المواطنين الأقباط بوافر الصحة ودوام التوفيق وأن يديم على مصر الخير والأمن والسلام من جانبه توجه البابا تودروس الثاني بالشكر لرئيس الوزراء على وجوده بمقر كتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد معربا عن تمنياته للحكومة بالتوفيق في مساعيها للبناء والتنمية وللدولة المصرية بدوام الأمن والاستقرار والرخاء